السلام عليكم اخباركم ايه منوارين هنا في اليوتيوب معايا ودايما كده نتواصل ونستمر في التواصل النهاردة هنتكلم عن رسائل الوزير التركي قال الشيخ للأهلي والأهل والي وان احنا النهاردة هو 11 ابريل يوم نرجع بالزاكرة شوية هنلاقي ان يوم 4 مارس كتب الوزير تركي قال الشيخ القاتي على الفيسبوك خلي بالك حاجة لازم تبقى ملاحظة كويسة الوزير تركي قال الشيخ فاهم قوي وعارف كويس قوي قيمة كل مكان بيتكلم فيه يعني لو تويتر بيكلم مين وفين ولو على الفيسب بيكلم مين وليه على تويتر بيكلم السعوديين وبرضه نجمع من نجوم تويتر في السعودي عنده ملايين متابعين وليه لان تويتر مهم جدا من اهم صفحات او مواقع السوشيال ميديا عند الاخوة السعوديين زي ما بالزبط كده الفيسبوك عند المصريين اهم من تويتر يعني ممكن تلاقي السعوديين عدد السعوديين على تويتر اكتب من مصريين المهم فهو عارف بيكلم ازاي وفي ايه وعارف الترجل بتاعه والهدف بتاعه والاشارة بتاعته والرسالة بتاعته كل حاجة وانا قلت قبل كده وبعيد وكر وهتنين اعيد وكر ان تركي الاشيخ الوزير ترفيف السعودية ورئيس نادي بيرامدز السابق او صاحب نادي بيرامدز السابق وحاليا صاحب النادي المريا الاسباني اللي انا متأكد ان هو هيعمل فيها يعني نتاج مبهرة بس الامور ما تستقر بقى بعد الكورونا والحاجات دي عارف كويس اوي ويملك القدرة على التعامل مع السوشيل ميديا ومستخدمي السوشيل ميديا ودي حاجة مهمة جدا في العصر اللي احنا فيه مش اي حد يارف يتعامل معهم على فكرة دي حاجة صعبة جدا ازاي بتتعامل بالشكل اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عايزها وفي الوقت اللي انت عايزه ولهدف اللي انت عايزه هو لا تركي شيخ بالعكس أنا أتكلم كلام عقلاني جدا وواضح تولك الشيخ ليس يحتاج مجاملة مني ولا من غيري فيما يخص هذا الأمر لأنه مبدع مبدع للأمان ولي تعلم منه إزاي؟ شوف في يوم 4 مارس كتب الوزير تولك الشيخ على صفحته وصلت لي الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحباء المحترمين من مصر الحبيبة دعا الفيسبوك في التوجيه كله على مصر تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها أنا الآن أمر بظروف صحية وارتبطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألمريك والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا جنوبية ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهل في قلبه والجمعية العمومية والانتخابات النادي أريبة وقتها لكل حادث حديث حفظ الله مصر وحفظ الله أممات العربية ودامة مصر بأمن ورخاء ده اللي قالوا الوزير التوركي الشيخ يومر بقى عمارس وبعد النزل بقى مجموعة حاجات متتالية كده وبدأ كمعان ألميرية قبل ما يحصل أي مشاكل بتاعة الكورونا ونزل في وسط الكلام فيديو لعادل شكل على صفحته ونزل لناس يبرك لهم ويحكي لكم التفاصيل من بعد الجملة دي ويبرك لهم على الفوز بالعربية والحاجات اللي هو بيعملها في مكفاءات الفوز اللي ما يخص اللي بيتوقعه لألميرية ونزل صورة لنفسه يوم 9 مارس كالحال فيها دائم وكان يعني بدأ يشفه يعني الحمد لله ربنا ادينه الصحة وطلط العمر وهكذا لغاية يوم 20 مارس يعني احنا من 4 مارس ل 20 مارس حصل كتب تواصل معي الكابتن محمود الخطيم رئيس النادي الأهل مرتين في اليومين الماضيين يطمئن فيها على صحتي وبشكره على هذا التواصل وأتمنى له ولأسرته الكريمة الخير وان ربنا يحفظ الجميع يا رب رب يحفظ الجميع يعني الله تمام وبعدين نزل مجموعة حاجات بتخص الميرية تمام وبعدين علق يوم 22 مارس على خطاب الرئيس السيسي وقال كلمة فخامة الرئيس السيسي اليوم رائعة وبساتة طمأنينة لكثرة من القطاعات وكان في خصوص موضوع كورونا يعني ودهت الحرص الكبير على المواطن المصري خلي ماناك الكلام كله على الفيسبوك راحفين على المواطن المصري ومصر وده الزكاءة المهم اللي بعدها على طول شاير بوست من صفحة الاهلي الرسمية الخطيب يطمئن على صفحة الاشيخ تمام ثم ظهر بفيديو بيتكلم فيه عن او مش فيديو صورة يعني دي تامر اب حميد نجم الزمالك اللي هو الباكيليمين وقال انه يبدأ اتخاذ جراءات قانونية ضده لترويجه واخبار كذلك خيب عنوكم التتالي بتاع الموضوع معلش بتطول شوية تمام ثم الميرية مرة اخرى ثم ثم ظهر اللي أنا عايزه يوم ايه؟ 28 خيب عليك التتابع من اربعة مارس لغاية احنا 11 لغاية 28 مارس يعني كام؟ 24 يوم قالي الاتي مساء الخير اتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على عالم اجمع حبيت اوضح ان الاصحة عن علاقتي بانتقال اي لعب او التكافل ومورجان اعتزال اي لعب او التجديد لاي لعب باسمي في اي حوار ولا تدخلوا اسمي في اي حوار ده كان الموجه لمن؟ على موضوع حسام عشر وشريف اكرامه والحاجات اللطيفة دي بعدين شير صورة لأحمد فاتحي مع موضوع عيد واثنين من المقربين للوزير تركي الشيخ من ام محمد الاسماعيل قال انه دي صورة قديمة منذ قمت بيع برمز بعدين عام ظاهر الاربع اللي فاته وقال هو مضى مع حد ولا اكتشف ان لعبة حفت الهوية خطرة بكرا نشوف اللي بعديه هو على طول انبارح رجع يخبط يخبط على الباب المفروض بتلت السعر الان يبدأ التفاوض تمام؟ ده هي القصة طيب دي رسائل انا بعتبرها رسائل موجهة للأهلي والأهلي والأهلي الرسائل الاخيرة بالنسبة لي بتقول الاتش بتقول ايه؟ ثلاث حاجات اول حاجة ما زلت صاحب رائش وقرار في النادي الاهلي والرياضة المصرية رغم اني قمت ببيع نصيبي في نادي برمز دي اول رسالة لازم الكل بفاهمها انا املك قرار في النادي الاهلي وبالتالي الكرة المصرية رغم اعتزاري مرتين عن تولي الرئاسة الشرفية لان المجلس يرفض ويتراجع دائما ثم يتواصلون معي لانقذهم من واقف ده اللي انا افهمه وانهم يعني يتدخل في موضوع احمد فاتحي طيب هو اتدخل مع احمد فاتحي انا شوف دي راتي علاقتي مع الاهل المبنية على ان الرئيس الشرفي وانا حلال للعواد وخصوصا مع فشل الكابت الخطوط انا هم بقولش كلام ده ده تحليلي انا ممكن الناس تتعامل مع ان دي مبلغة ودي كلام صحيح جايز لكن ده تحليل القراءة بتاعت البسطات الاخيرة للوزير ترك الشيخ واللي انا بأكد ثاني وثالث ورابع وعشر وخامس انه يعرف كيف يتعامل مع السوشال ميديا ومتابع السوشال ميديا او مستخدم السوشال ميديا تلت رسائل بالنسبة لي واضحين جدا بيؤكد فيهم طول الوقت على وجوده جوه النادي الاحش اللي انا بس شايفو كمان انه كابد الحلول خطيب ما عنديش طبعا مانع انا شخصيا بتواصل مع نوزيرتك الشيخ في رسائل يعني بطمئن على صحته يعني زي اي اخرين يعني من المئات اللي اشتغلوا معاه واللي اتعاملوا معاه في مصر وهو رجل يعني محترم يعني فهم بتسأل عليه ده امر طبيعي جدا فبالتالي ان سؤال الكابد الخطيب عليه بالنسبة لي امر طبيعي زي ما فيه مئات اخرين بيسألو بيش اي مشكلة لكن الحوار بقى وتتالي الموضوع وانه اكيد بيحصل حوار يعني مباش بقى رسالة اه اه اطمئنان فيرد رد بسيط وخلاص لا واضح يبقى فيه حوار طويل بينهم الا اما على التليفون او على الواطس يعني ايا كانت الصياغة ويحكي فيك كابتن الخطيب ما يدور في النادي الاهلي او الاحداث الاخيرة له مع النادي الاهلي ويبقى في الاغلب العام تركي الشيخ ممكن يكون بيقول له ان يعمل او متعملش والافضل وانت الرجل الكبير وانت تشوف وانت تعمل اي ارتضل الاحوارات وهذه الحوارات الذي تدور ولكن الوزيتو كوشيخ لتوصله يُعلن هذه الحوارات انا متأكد يقينا ان كابتن الخطيب لا يحب الحوار ذي يُعلي ايا كان ايه هو حتى السلامات ويستطيع ان على موضوع السلامات لا يوجد مشكلة لكن الحوار تدخلت وكلمني وانه يتكلم في اشارة على احمد فاتح طبعا كل الناس تصوروا ان الموضوع احمد فاتح من رؤيتي يعني ترك الشيخ ليس يخاف واضح وخلافه حتى دائما لو اختلف معك يختلف اختلاف واضح ما يلفش ويدور يدخل على طول يتخانق معك يختلف وينفعل زي ما يكون ممكن يهدى بعد شوية اما الامور تبقى اكثر هدوءا او وضوحا او 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 كتير لكنه ما بيقولش كلام غامض الا وهو ليه غرض معين لانما مش عاوز يحرق الكارت بالكامل او يدمر العلاقة بشكل تام هفر حتى ان اخروا Eagles كان من يهاجم اياه النادي بشكل واضح وصريح وانما تكلم على الانتخابات القادة ان تتكلم على من يهاجم ادارلك الآلي بشكل واضح وصريح وجمه الاهلي هاجم اساعتها وهدي رجع تاني دلوقتي حبين يديهم وعشاء موضوع يعد فتح عشان الاشارات اللي طلع barre انو النادي الآ Official احمد فاتحي عاوز يرجع الناد الاهلي ده بيتحال على الناد الاهلي ده مش عالف ايه على الناد الاهلي وبتوقع بيرامدز هاي الغول التعاقد عشان تركي الشيخ وعلاقته بتركي الشيخ كلها امور غريبة على تركي الشيخ تركي الشيخ اكثر وضوحا ولو هو عاوز يوقف او يتدخل عند اضار بيرامدز ليقاف اي لعب لاي اي ام كلا اسباب هيتدخل وهي اعلن لكن الاشارة الغمضة دي انا بالنسباني مش شايف ده رايح عند اه اه فاتحي اوي الا اذا بتاعت التلت اللي خبط على الباب وكام على تلت اللي يبدأ بتلت التمن اللي كان عايزينه يعني فالآله كان عارض عشرة فبالتالي كام على تلتة مليون يعني يرجع زي الاول فهو ده الموضوع اللي انا بالامانة حاولت افع من فترة اللي فاتت كل الحكاية بشكل كده ان يحلل الامر تحليل جيد لكن هو ده اللي انا شايفه دلوقتي ونلاحظه ان الرسائل دي رسائل موجهة للنادي الاهلي والاهلويش ان مازلت وان الرئيس النادي الشرفي وان انا متداخل وان انا اقدر احل كل المشاكل في حين الطلب لها افتكروا يا اهلوية الكلام ده كويس كابتن محمود الخطيب من زمجيئة رئيساً وتسعة وتسعين في المية من الملفات الشائكة حلها ترك الشيخ ولا تنسوا نهائياً موقف عبدالله السعيد ومكراريح الزمالك واذا هو الدخل عند رئيس الزمالك ودفع حاجات ويرجع اللاعب ودفع ترضية لأحمد فاتحي ويمنع احمد فاتحي افتكروا ان لو وجود ترك الشيخ في النادي الاهلي ورئيساً شرفياً في حضور كابتن محمود الخطيب كان الامور هتبقى اكثر صعوبة في امور كتير جداً 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 دلوقتي هنشوف هل ترك الشيخ هيستمر في انقاذ كابتن محمود الخطيب ولا لا نشوفكم فيديو جايج ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك حقاً شكرا